يا مساء الفل عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة وبكل روح رياضية حلقتنا النهارة المتمرزة شوية علشان فيها معلومات كتيرة جدا خلينا راحة بالأول بضيفي اللي دايما منورني معايا الدكتور أحمد عبدالله الشعراوي أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى العسكري بالعجوزة أهلا بيك يا أستاذ أحمد أهلا بيك يا أستاذ محمد الله يخليك منورنا يا دكتور الله يخليك من وراء الشاشة بيك وفي كل الموجودين في القناة الله يخليك طب عشان ألخص للمشاهدين الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن يعني إيه علاج طبيعي وقلنا أن العلاج الطبيعي أننا بعالج بدون استخدام أي أدوى بعالج إيه؟ عرفنا الحلقة اللي فاتت إن كان إصابات أو إن كان بعض الأمراض وبعض الحاجات اللي أنا بدخلش فيها أي شيء كيميائي أو أي شيء علاجي النهاردة جايين نتكلم عن إيه؟ إصابات الملعب طب إزاي؟ فلما كنت نقشت أنا والدكتور أحمد قلت له طب يعني إيه الإصابات اللي بتحصل لكلام ده؟ وقال لي خلاص إحنا نعمل حلقة النهاردة عن التمرين الصحيح لتجنب الإصابات في الألعاب الرياضي أولاً يعني إيه إصابة دكتور أحمد؟ الإصابة دي هي بتبقى يعني خلينا أول أتكلم إيه اللي بيعمل الإصابة الإصابة بتبقى بسبب إن أنا ما بسخانش كويس قبل التمرين بخش في التمرين مباشرة ما ببقاش إن أنا مآهل جسمي نفسياً وبدنياً للتمرين اللي أنا داخل فيه فأدخل التمرين بدون تسخين تحصل لي بقى إصابات كتير بقى ممكن يحصل مزقف العضلة مزقف الرباط ممكن خلق مزق عضلة طب إرهاق تعب كل ده يعتبر نقو من أنواع الإصابات بدرجاته بالضبط طيب سمعت منك دلوقتي بتقول لي إن أنا ما سخانش كويس معنى زالاً كان فيه طريقة معينة للتمرين لازم نتبعها صح كده؟ أيها بالضبط طيب إيه هي الطريقة أنا دلوقتي نازل من البيت هتمرن رايح التمرين أي إن كان ما التمرين لم يبركر القدم التمرين في فتنس في جيم التمرين في أي مكان أنا رايح أتمرن في مكان ما هل في خطوات لازم أنا أتبعها أو أي حد يتبعها بحيث أن يستفيد من التمرينة بشكل كويس في نفس الوقت يتجنب الإصابات وفي نفس الوقت اللي أنا بشوف أحياناً بعد التمرينات يعني لما بروح التمرينات وكده باجي بعد التمرينة أتلاقي درعيه تعبني ربليه تعباني طب عشان أتجنب ده كله أتمرن إزاي؟ ده سؤال حلوة أولاً أنا علشان أتجنب الإصابات دي وأبقى رايح وداخل التمرين كويس وأستفيد بالتمرين في حاجات عايزين نقول عليها لازم نعملها قبل التمرين إيه هي الحاجات دي؟ أولاً إن أنا يبقى واكل كويس قبل التمرين بساعتين يبقى لازم قبل ما أروح التمرين أكون واكل كويس بالضبط ليه واكل كويس قبل التمرين بساعتين؟ علشان تبقى العضلات اللي أنا هشغالها دي فيها الجليكوجين أو بعد كده بتحرق بيبقى الجلوكوز اللي أنا هستخدمه كواقود ليها يقدر يخليني أكمل التمرين فلازم يبقى أنا أنا بأكل كويس قبل التمرين علشان أعرف روحة مرة كويس أتلاقي غزة أو أتلاقي مواد معينة محتاج أن أنا أحرقها في التمرين علشان أعرف أكمل التمرين بشكل كويس سؤال تنصح بأكل معين قبل التمرين؟ أكل معين قبل التمرين المفروض أن أي حد ينزل التمرين بيأكل بيزود شوية من الكربوهايدريتس النشويات يأكل أرز مقرون عيش أي حاجة ويزودها شوية طب دي هتتحرق مع في التمرين أه بالزبط دي هتتحرق مع ديها أه بقى هيكلها بعد التمرين برضو أم ما أروحة الكربوهايدري للتمرين؟ لا أهيأكلها بعد التمرين لأه l'm عايز عرفكو بس يعني بتروح فين لما قبل التمرين أنا كان الكربودريتس دي أو النشويات دي بتروح فين الجزء منها بيروح يتخزن في العضلات علشان يدي وقود للعضلة وهي شغالة أثناء التمرين وجزء بيروح للدم نفسه على هيئة جلوكوز اللي في العضلات ده بيبقى جيليكوجين حاجة يعني أتقل من الجلوكوز شوية الجلوكوز ده بيبقى في الدم وفي الليفر اللي هو الكابت برضو بيتخزن جزء من النشويات ده في الكابت حلو تمام طيب أنا دلوقتي خلاص كالة النشويات اللي أنا الجسم محتاجها للتمرين والعضلات محتاجها في التمرين طبعا ده بيبقى قبل التمرين بساعتين عشان تلحق أن هي لازم ساعتين ولا ممكن ساعة أو ممكن لا الأفضل ساعتين علشان الوقت المسائي للهضم الوجبة عشان برضو دي معلومة مثلا أنا أحيانا باكل قبل التمرين بنصف ساعة وبنزل أحيانا باكل قبل التمرين بساعة وبنزل طب الوقت المسائي للهضم أنا أكلت دلوقتي الوقت المسائي للهضم بيخد معي وقتات دي يعني من ساعة لساعتين تقريبا على ما يبدأ الكربوهيدريتس دي أصلها يعني معقدة شوية على ما تتهدم وتتخزن في العضلات وجزء منها يروح في الدم وجزء منها يروح في الكبد فبيبقى غالبا من ساعة لساعتين مش أقل من كده ساعة لساعتين أكلنا كويس أكلنا كويس روحنا على النادي أو الجيم أو روحنا على المكان اللي هنتمرم فيه أيا كان كده هحنا دخلين على بداية معركة هنسبب معركة؟ تمام هنسبب معركة بين مين ومين الأول؟ يعني معركة تقدر تقول بين الحق والباطل طيب طب إيه هو الحق مثلا هتقدر تقول إن الصح صحيتي إن أنا الكسل أساد النشاط معركة ما بين كسل ونشاط معركة بين دهون وعدم وجود دهون صحة وعدم صحة صحة وعدم صحة لياقة عدم لياقة عدم لياقة مرونة عدم مرونة كسل ونشاط تيبس مفاصل ضد ليونة مفاصل معركة يعني التمرينة دي معركة اكتئاب ضد سعادة ما هو أنا كده ألخص هو التمرينة دي معركة ما بين شيء إيجابي لشء سلبي بالزاب صح كده؟ أه بربع أنا بتغلب على السلبي إن كان كسل أو إن كان ضعفة أو إن كان صحة ضعيفة أو كان شكل مش رياضي أو نفس قصير بتغلب عليه بالتمرين إن أنا أوصل للشء إيجابي للحاجات التانية دخلين على المعركة دخلين على المعركة بدأ دخلت النادي أو دخلت المكان اللي أنا هتمرن فيه أول حاجة عملها إيه؟ أنا قبل ما أدخل النادي أنا خلاص جسمي مخي واخد إشارات إن أنا رايح أتمرن فبيبدأ يزبط لي الإشارات العصبية بتاعته وخاصة لو أنا مثلا شارب فنجان قهوة كده قبل التمرين طبعا أنا كيف قهوة؟ القهوة مفيدة للتمرين؟ طبعا مفيدة جدا طب فايدتها إيه؟ فايدتها إن هي بتنشط الجهاز العصبي كله بقى خاصة المركزي يعني اللي هو المخ بالذات بتخليه يفرز الإشارات العصبية بصورة أسرع؟ إذا أشرب قهوة تاني في اليوم ولا تنصح إن يشرب القهوة قبل التمرين فقط ولا؟ قبل التمرين بنص ساعة كده؟ قبل التمرين بنص ساعة آه دي أفيد دي أفيد طب شربنا قهوة نزلنا التمرين نزلنا التمرين نبدأ بقى يعني ما نفعش أنزل التمرين أخش في التمرين عطوب في حاجات لازم أعملها قبل التمرين طيب يبقى أنا كده هنتكلم إحنا خلاص عملنا الاستعدادات للتمرين أكلت شربت قهوة يستحسن شرب قهوة طب في حاجة غير القهوة برضو ولا هي يفضل قهوة؟ لا يفضل قهوة طب عصير طبعا العصير كل دي حاجات طب العصير قبل التمرين ولا بعد التمرين أفيد حلوة أوي السؤال ده العصير قبل التمرين وأثناء التمرين قبل التمرين وأثناء التمرين وبعد التمرين وبعد التمرين طب في التلات حاجات دولة نفس الاستفادة غالباً بتبقى نفس الاستفادة إيه فايدتها؟ نفس الاستفادة ولا وظيفتها قبل التمرين بتروح لحاجة وأثناء التمرين بتروح لحاجة وبعد التمرين بتروح لحاجة تانية هي يعني تعتبر في الآخر كلها بتعمل تقريباً نفس الهدف نفس الهدف اللي إيه هو أن السكر بتاعي ما يقلش أثناء التمرين أو بعد التمرين أو بعد التمرين أو لو السكر بتاعي أوليل شوية قبل التمرين لو اتمرنت شوية يبقى معايا كافي من السكر أيها بالزبط هو قريدي أنا واكل قبل التمرين كويس وقلنا العضلات مليانة بس كده الموضوع مكلف أنا هايقل وهاشرب قهوة وهاشرب عصير وهاشرب عصير بعد التمرين لا ما هو يعني مش أغلى من صحيتك طبعاً صح صح ولا إيه لا في المتصف الجبهة دكتور أوه فيش حاجة فعلاً أغلى من الصح طيب بدأنا أنت بتقول طيب هبدأ التمرين هل أنت بتقول ما أبدأش التمرين على طول طيب هعمل إيه طبعاً يعني لازم قبل التمرين أن أنا بخش في مرحلة التسخين أهي جسمي للتمرين أسخن طب أسخن بس عشان بقى المفهوم هنا مهم جداً هل التسخين هنا معناه أن أنا أزود درجة حرارة الجسم عندي بحيث أن أنا أبدأ للتمرين لا مش كده خالص ده هي درجة حرارة الجسم عندي لو زادت عن المعدل الطبيعي أو زادت أكتر من اللازم هنا بتدخلني في قصة تانية اللي هي قصة الفتيج بقى يبدأ يحصل عندي التعب أولاً عشان برضو إيه مسبقش الأحداث فالتسخين ده عبارة عن إيه التسخين ده عبارة عن تمرين خفيفة خالص أنا بعملها يبدون وزن يبدون وزن خفيف جداً وكرر العدد شوية طب الهدف من التسخين الهدف من التسخين إن أنا بظبط الدورة الدموية اللي في الجسم كله بنبه المخ بقوله خلي بالك أنا إحنا داخلين تمرين إنشط شوية القلب إنشط شوية العضلات التنفس خدي بالك يبقى لأنا فهمت دلوقتي إن التسخين فايدته بزود درجة استعداد أيوة الجسم والعضلات والمخ والدم والأعصاب والكلام ده كله إن أنا داخل دلوقتي تمرين بالضبط نستعد نقولنا معركة في الأول نستعد للمعركة نستعد للمعركة طيب بدأت التسخين هل التسخين لي شروط؟ التسخين لي شروط ما ينفعش إن أنا مثلاً أسخن بوزنة قيل يعني في ناس سيء مثلاً أول ما تخش الجم أشوف ناس بتسخن بتجري على المشاة شوية بتجري على العجلة شوية وبعد كده تخش في تمرين مباشرة هل ده التسخين يكفي ولا لي شروط برضو؟ يعني هي لي شروط شوية لي شروط؟ آه يعني أولاً هو التسخين باسم نقدر نقول لجزئين جزء جنرال إن أنا بسخن الجسم كله وده الهدف منه إن أنا بزود الدورة الدموية بعمل استعداد للجسم كله ده مثلاً أول جزء بعد كده ببدأ أخش إن أنا بقى أسخن العضلات اللي أنا عايز أترجتها بقى يعني أبدأ أسخن العضلة يعني أنا هقسم التسخين لجزئين جزء عام جنرال إن أنا بسخن الجسم كله بخلي الجسم كله عنده استعداد إن فيه داخلين على حلقة رياضة أو معركة رياضية زي ما إحنا ما سامناها في أول الحلقة معركة رياضية بحيث إن الجسم كله ذهنياً وعصبياً وعضلياً جاهز للتمرين بعد كده هاخد جزء خاص بالتمرين اللي أنا فهمته أنا هدرب عضلة معينة أو هدرب تمرين لعضلة معينة هنا هبدأ هي أسخنها هي الواحدية طيب التسخين بتاع العضلة الواحدية ده برضو لي شروط؟ آه طبعاً التسخين دوت لازم يبقى بوزن خفيف خالص ما يبقاش الوزن تقيل وما يرهقنيش يعني وجيب بيه عدات كتير يعني ما عدش عدة 2-3 ألاقي نفسي طيب طب ده برضو هنا التسخين الجزئي احنا مسمينه تسخين خاص آه الخاص بقى الخاص هنا برضو بدء شراط للعضلات دي أو للعضلة دي إننا التمرينة دي هذه بقى المعركة معك إنتم بالضبط إنت بقى هشغالك بقى وعايزك تركزي معايا قوي طيب احنا عملين نقول عضلة وعضلة هي الجسم في كم عضلة أصلا؟ لا الجسم فيه شاب وايت راي بنج ظهر رجل تخيل يا أستاذ محمد جسمنا فيه حوالي ربعمائة عضلة هيكلية ربعمائة عضلة هيكلية يعني إبقى وفيه عضلات هيكلية وفيه عضلات غيُّر هيكلية آه وفيه عضلات هيكلية وفيه عضلات طبعا غير هيكلية اللي هي عضلات المعدة الحاجات الثانية دي مش البطل البطن هيكلية باطل المعدة نفسها ما هي عبارة عن عضلة بتنقبض علشان تهدم الأكل يعني في عضلات غير العضلات الظاهرية دي في عضلات تانية داخلية دي برضو بتتشكل وبتكبر وبتزهر نفس الطريقة بتاعت العضلات الخارجية يعني طريقة مختلفة شوية تمرنات برضو لا 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 تمرنات برضو تلك إزاي لا لا ولا دي ما بيبقاش ديها يعني تمرينات طبعا تمرينات بتبقى العضلات الهيكلية اللي أنا بتحرق بيها طيب انتوا لتيدو ربو مئة عضلة ربو مئة عضلة طب هيتم هيكلية اللي هما ظهرين يعني هيكلية يعني مسكات العضمي بتاعي من ب muithe اللي هي في الإيد في الرجل في العضلات الويش تعتبر اللي احنا في الجم أو في المرانها المرانها لا البيت راي بنج دهر رجل ما عرفش بعض العضلات دي طيب انت بتقول الربعمية طيب فين الربعمية لا الربعمية دول كتير قوي بقى يعني علشان نبدأ بقى نفصل كل مفصل بقى والرقبة فيها كم عضلة والكتف فيه كم عضلة والكوع فيه كم عضلة دي قصة طويلة يعني طيب الربعمية عضلة دولك بيتقسمه على الجسم يعني الهيكل الخارجي ده كله ربعمية عضلة في منهم اللي في الكتف في منهم اللي في الدراع في منهم اللي في الدراع في الرقبة في الظاهر طيب لو انا قلت لك قسم للربعمية عضلة دول العضلات أساسية يعني خلينا نقسمهم بتقسمة يعني أوضح شوية ولا كلهم متواصلين ببعض هم طبعا كلهم متواصلين ببعض بس العضلات الربعمائة عضلة دول بيتقسموا بتلات طرق أو بيتقسموا بتلات أجزاء إيه هم؟ في العضلات لا خلناش في التمرين أنا بس أعزة فهم يعني عضلة آه العضلات اللي بتحرك جسمنا دي الدينية ماشية إزاي يعني طبعا هل هي العضلات اللي برة دي بس؟ لا دي عضلات سطحية في بقى بتبقى في حاجة تانية في العضلات العميقة بقى دي عضلات بتبقى وظيفتها أن هي تبقى عاملالي ساببورت للعمود الفقري ساببورت بتدعملي أو بتبقى مسكة بتبقى مسؤولة عن الاستابلتي استبات بتبقى مثبتالي الفقرات كويس يعني العضل هو السبب في سبات جسم الإنسان طبعا العضلات العميقة لو مثلنا مثال للعضل ده أنت تشابه بإيه؟ يعني المثال نقدر نقول أن هي العضلات دي عاملة زي الضفيرة كده يا سيد محمد أو زي السلسلة يعني جهاز العضل ده كل عضلة متوصلة بالتانية سلسلة؟ يعني حلقات حلقات كده أخذ من كلامك لو عضلة واحدة تأثرت العضلات كلها تتأثر أيوة بالضبط صح كده؟ طيب عايز بس أوضح بش العضلات كلها يعني من أول فروة راسي فروة الراس دي تعتبر برضو جزء من العضلات الهيكلية بتاعتنا على فكرة فروة راس بتاعتي هي المسؤولة عن الحركة دي حتى فيه ناس يقولولك وإحنا نعمين بالليل ما بنعرفش أن عيننا ما بتقفلش للآخر بتفضل العين مفتوحة شوية ليه؟ بيبقى فيه شد في بيبقى فيه شد عندي في عضلة في عضلة الفروة الراس دي آه مفروض نبحث عن السبب العامل الشد فيها دول نرجع لما ينام لازم العين تبقى نرجع للتمرين احنا قد تكلمنا عن التسخين التسخين قلنا فيه تسخين لمرحلتين فيه جنرال للعام أنا بسخن جسمي بشكل عام علشان قد إشارات أن أنا داخل رياضة الجسم كلكم مستعد وبخش تمرين جزئي اللي هو باختار العضلة لأن أنا أمرنها أمرنها بالشكل المطلوب ناخد فاصل ونرجع تاني بقى إيه نتكلم عن التمرين بشكل تاني فاصل ورجعين تاني بسرعة استنم وارجعنا لكم تاني ومكملين معاكم بكل روح رياضية معلومات تقيلة معلومات طبية كبيرة جدا بس أكيد اللي استفاد منها أكبر قد نتكلم عن التمرين أكبر نخش في التمرين خلصنا التسخين نخش على التمرين دي المرحلة التانية من مرحلة أنا بس قبل ما أخش في التمرين عايز أقول حاجة في حيث التسخين أستاذ محمد معي تفضل هنرجع للتسخين تاني طبعا عشان اللي بيتابعنا نحن قلنا التسخين أنا بنزل طبعا نقول واكل كويس شرب قهوة نزل التمرين نازل خلاص عندي وضع الاستعداد على التمرين نزلت انت قلت التسخين مرحلتين المرحلة الأولى بسخن جنرال زي قلت بجد على مشاية أو على عجلة أو حاجة بحيث أن أنا بدأ إشارة للجسم كله بقول أنا داخل أطمرا وبعد كده بتحول لتمرين جزئي باختار عضلة معينة أبدأ أسخنها بشكل بسيط علشان أقول لها استعدي بشكل فردي بشكل فردي استعدي أنت اللي عليك التمرين النهاردة صح كده؟ أيوة طيب الحاجة اللي أنا عايز أقولها يعني أن فيه ناس تلاقيها أول ما تخش الجيم مثلا هب ينزل ضغط بقى ويعد عشر ضغط بعد كده يطلع المتوازي عشر أو العشرين متوازي بعد كده يطلع على العقلة لا طبعا ده مش تسخين أنت شايل وزن جسمك كله على عضلات إيدك في الضغط شايل وزن جسمك كله على المتوازي شايل جسمك كله على العقلة طبعا ده مش تسخين التسخين لازم يبقى الوزن خفيف مش تقيل طيب ده تسخين طيب أنا بشوف حاجة في التسخين برضو من نور جمل التسخين رسم خلص نوش أنا بشوف أحيانا الناس بتخش الجيم تجري بسرعة 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 عرقانة بشكل غير عادي بتنهك بشكل غير عادي خلاص سخنت واتتتخش على التمرين هل التسخين ده بطريقة صح؟ لا التسخين ده لازم تبقى يعني ريلاكس خالص وانت بتسخن هادي آه لازم تبقى هادي ما ينفعش أن أنا أنهك في التسخين لأننا لو نهك في التسخين كده ما بقاش تسخين كده أنا دخلت في سكة تانية خالص يعني التسخين ما نفعش أن أنا أنهك فيه لا أعرق فيه بالشكل لا لا خالص خالص طب ده يقدي لإيه؟ لا هيقدي أننا أنت لو عرقته والكلام دوت أنت ما سخنتش العضلة العضلة عايزة تسخن بالراحة الجلوكوز اللي أنت أصلا حرقته في التسخين حرق بالضبط يبقى عصعق يعني مش هكذا تكمل بقى خلاص إرهاق تحصل إرهاق أهيوة بالضبط في حاجة تاني كده في التسخين لا تمام كده نخش في التمرين نخش على التمرين يبقى تسخين رقم واحد اتنين التمرين نخش على التمرين إزاي أتمرن بشكل صحيح؟ إزاي أتمرن بشكل صحيح انتهى يعني وهل في أنواع من أنواع التمرين؟ هل في أنواع من أنواع التمرين؟ أه بالضبط يعني على حسب بقى أنا عايز عايز أعملي من التمرين هل عايز أن أنا أبني عضلة وأبني كتل عضلية ولا عايز أن أنا أحرق دهون فهنا التمرين بيفرق بقى تمرين البناء العضلي غير تمرين التخصيص صح كده طب ده ليه شروط مثلا وده ليه شروط أو ده ليه تمرينات وده ليه تمرينات طب مين اللي يعرف ده اللي يعرف ده طبعا هيبقى دكتور العلاج الطبيعي ده اللي هيبقى أضرب الحاجات دي اللي موجود في المكان بتاعتمري المفروض كل جيم طبعا أو نادي أو بتاع يبقى موجود دكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيبقى مسؤول عن القصة دي بيبقى طيب ملمي بيها كوي طب ما فيش مثلا صفات أساسية مثلا التمرين التخسيس وفيه صفات أساسية للتمرين طب ايه الصفات الأساسية لده يعني التمرين التخسيس ده يعني الخطأ بقى للناس يعني ما تعرفوش تلاقيه بيتمرن وقولك أنا دكتور بزيد أنا بيتمرن أنا عضلاتي بتملة طب وأنا عايز أسأل سؤال هل اللي بيخصص ده برضو مطلوب منه أنه هو يأكل قبل التمرين والكلام ده كله طبعا مطلوب منه يأكل برضو آه برضو دي دي حاجة نرجع للتمرين ما إحنا هنرجع إبقى كده فيش تعديل في التسخيق نرجع للتمرين نرجع للتمرين إنت خلاص عايز تخسس يبقى لازم التمرين يبقى لو انتنستي يعني الشدة بتاعته قليلة ما نفعش إن أنا هشيل وزن أو حتى لو مش هشيل وزن ما نفعش إن أنا أعمل التمرين بسرعة ليه هعمله بسرعة هنهج يبقى أنا هخش مش في تمرين بقى أيروبك او مش في تمرين هوائي يعني هتنقل للأنيروبيك بقى أننا هيبقى الحرق بتاعي معتمد لو هو سريع هيبقى معتمد على الجلوكوز وأنا مش عايز أحرق جلوكوز في التخصيص أنا في التخصيص عايز أحرق دهون دهون حلو طب الدهون دي عشان تتحرق معي عشان تتحرق لازم يبقى التمرين لو انتنست يعني شدته قليلة يعني عشان أخس يبقى التمرين هادي هادي خالص طب ايه فايدة ان يكون التمرين هادي ما نقوم هو ايه فايدة ان التمرين هادي ان انا بعد فترة يعني بعد 25 دقيقة بالضبط الجسم اوتوماتيك بيتحول من استخدامه للجلوكوز كوقود ليه يبدأ بقى يخش يستخدم الدهون بقى كده انا فهم انت بقى سوائن يبقى انت بتقول لنا عايز التمرين هادي علشان قريلي بعد 25 دقيقة من التمرين مش هيبدأ يحرق من الكلوكوز هيبدأ يحرق من الدهون ولكن لو التمرين سريع هيفضل يحرق من الكلوكوز صح كده ايوة يبقى التمرين البطيء او الهادي هادي خالص انا بمشي براحتي على المشاية ده بيساعد على التخصيص اكتر بيساعد على التخصيص اكتر يعني مش اللي بيروح بيجري ومتشاغل ومتنطط لا مش اللي بيروح بيجري بقى وتشاغل وتنطط لا انت كده مش مش هتخلي الجسم يدخل في حرق الدهون بقى هتخليه كل اعتماده على الجلوكوز لانه سهل الجسم بيستخدمه بسرعة في انتاج الطاقة انما ولا لما بيشتغل بسرعة مع سخون الجسمه اسرع حاجة بتتحرق الجلوكوز ولا ملاهاش علاقة بديه لا ما هو فعلا هو يعني لما الجسم بيسخن بسرعة مع التمرين او الحركة بتبقى سريعة نسبة الحرق بتبقى الجلوكوز اسرع من نسبة الحرق للدهون ولا ملاهاش علاقة لا ملاهاش علاقة هو لما بيشتغل بسرعة الجسم عايز طاقة سريعة طب الطاقة السريعة دي يجيبها مني من الجلوكوز ده ده ابسط أبسط مصدر للطاقة موجود في الجسم الجلوكوس ده يعني الجسم بيستخدمه على طول كده يعني هو مونوساكرايد يعني لما بقى وطيق بقى فالحرق مش هيستحملني في الجلوكوس فيروه على الدهون بالبلد أيوة هيبدأ بقى الجسم طبيعي بيخش في حرق الدهون بعد 25 دقيقة بيبدأ حرق الدهون ويوصل للمكسيمم بتاعه يعني أقصى وقت بقى الجسم بيحرق فيه الدهون ده أستاذ محمد بيبقى عند 45 دقيقة يعني أنت هنجي لحاجة مهمة أنا بجري على المشاية نص ساعة أنت أولا بتجري فده تمرين سريع مش هتخش خالص في حرق الدهون أجري على المشاية غيرامش على المشاية غيرامش على المشاية إحنا مفروض ما بنجريش يا جماعة إحنا بنمشي براحتنا خالص ممكن نزود حاجة بسيطة بس بحيث أن احنا ما ندخلش في موضوع النهاجان دخلت في موضوع النهاجان دوت مش هيدخلني في التخصيص خالص مسأل فل حاجة سيد مسأل خير أستاذ محمد مسأل فل عليك أحليك الله يخليك حبيبي ومسأل فل على الدكتور أحمد الله يخليك أستاذ محمد من أورين الشاشة والله الله يخليك أحاجة سيد ليه السفسار بقى من الدكتور سؤالين كده اتفضل الله يخليك بص دكتور هل الألاج الطبيعي بيتفادع عملية إجراحة بالنسبة لعمود الفقري إن كانت فقرات عنقية أو قطنية ده سؤال سؤال الثاني يا دكتور هل كل مركز لك طبيعي وفيه أطباء متخصصين ليه طريقة معينة في عمل الجلسات إن أنا يعني رحت مركز معين لقيت ألاج طبيعي ثابت أجهزة معينة بتاع الدكتور بشوية تدليك رياضة بتاعه وخلاص رحت المركز الثاني حاجات أجهزة جاء من ألمانيا ودكتور جاء من ألمانيا وطاع ليه توضع مختلف الليزر وجلسات أكسجين وكهرومغناطسية وحاجات مختلفة شوية فالطبيب المعالج الأولاني في المركز هلالك الطبيعي يقول لك استخدم قربة المياه السخنة واستخدم الكمدات وكلام من ده يعني الدكتور اللي جاء من ألمانيا بيعالج معايا وبيقول لي حاليا استخدم التلج التلج وسبرته أبيض وكده وتدليك وبعد كده تحط التلج بعد ما ترجع من الجلس التلج ده حضرتك بتعمل جلسات على إيه بالظبط؟ نعم عايزين نرى بس بتشتكي من إيه يا حاجسي بتشتكي من إيه؟ فيه ثلاث فقرات عنقية وثلاث فقرات قطنية معايا محمد؟ أه معاك معاك ثلاث فقرات عنقية دي بتخلي الدرق اليمين ده مش بشبه يعني ألم جامد بالعضلة وفي نص الكتف كده وراء ألم ألم رهيب تمام وتحت فيه ألم يعني فوق المقعدة بشوية بالنسبة للفقرات القطنية فأنا الجلسات دي هل أنا استمرارية إن أنا أمشي مع الدكتور الجامن برة أو اللي هو بيقول للتلج والليزر والحاجات دي فأنا مش عارف إيه بالظبط هل ده هيتفادي موضوع العملية ولا بعد الأطباء مخوة قال لك أنت كأتامل عملية بعد شهر شهريت فياريت الدكتور يفيدني وجزاكم الله خير أنت خليك معا على التريفون سواني حاجي طيب الأسئلة كم سنة حاجي سايد سواء خمسين سنة إن شاء الله سواء خمسين أسئلة ثانية لا خلاص محتاج تعرف أي معلومات تانية بالنسبة لحدك بتقول ثلاث فقرات عنقية أيوة ثلاث فقرات عنقية وثلاث فقرات قطنية تمام خلاص تمام ماشي يا أستاذ سايد ماشي ماشي حاجيك اسمعني من التلفزيون نجاوب ولا ناخد اتصال ماشي طب نجاوب سريعا أو ناخد اتصال ونجاوب الاثنين تمام بص يا أستاذ سايد ألف سلام عليك أولا ثانيا بالنسبة لإجراحة العمود الفقري دي آه طبعا العلاج الطبيعي بيساعدك بشكل كبير إن أنت ما تخشش في موضوع العملية بس في أوقات لازم طبعا هتخش في العملية لعلاج الطبيعي هيقولك لا أنا كده خلاص مش هقدر أعمل لك حاجة هيدخلك في العملية طيب إمتى خش في العملية لو بقى في موجود عندي ثلاث حاجات لو التنميل اللي موجود سواء في الدراع أو في الرجل في الدراع دو وفي ألم في الظهر أي ما هو الألم الظهر دو هيعمل لي التنميل اللي في الرجل وآلم الرأبة هيعمل لي التنميل اللي في الدراع طيب إمتى خلاص العاج الطبيعي مش هيقولك لا أنا مش هقدر أعمل لك حاجة برضو كل مجال ولي الجزء اللي بيقدر يشتغل فيه مش هيشتغل فيه هو بيسأل هل يكمل على علاق طبيعي ما هو إمتى تكمل على العلاج الطبيعي لو لقيت الدنيا عندك بتهدى التنميل بيقل لو كان في ضعف سوري لو كان في ضعف في الدراع بدأ يظهر ضعف في العضلات بدأ الضعف دوت يختفي وبدأ تظهر قوة العضلات تاني ثالث حاجة لو الفقرات العنقية لو الغضروف اللي فيها كبير شوية بيبدأ كمان يأثر لي في الرجل تحت يعني الفقرات العنقية كمان بتأثر في الرجل بس تأثيرها في الرجل بيبقى مختلف عن تأثير الفقرات القطنية بيخلي فيه الريفليكسات معينة بتحصل كده في الرجل دي بتبين لي ان سبب المشكلة اللي في الرجل سببها من العنق مش من الفقرات القطنية طب هو درقاتي محتار بيقولك تتمل مع الدكتور الألماني اللي هو بينصحني دي هجيلها دلوقتي انت حضرتك هتتوجه للجراحة لو التنميل ده ما بيروحش خالص نهائي بمسكنات ولا بالعلاج الطبيعي ولا بأي حاجة من دي لو الضعف بيستمر وبيزيد طب ولو ثابت لو ثابت ما فيش تحسن لو ثابت وما فيش تحسن انت بقى يعني ايه الأفضل لك في فكرات العنقية دي بالذات يا سيد محمد دي منطقة خطيرة فيها طبعا الأحبال الصوتية من قدام وفيها الحبل الشوك من وراء يعني عملية خطيرة فانت الأفضل يعني تبقى مع العلاج الطبيعي عشان ما نخشش في موضوع الجراحة دوت من هو ممكن طبعا يأثر على الأحبال الصوتية بتاعتك بتيجي ناس كتير بعد العملية الصوت بيبقى ضعيف جدا وفي ناس ما بتعرفش تتكلم أساسا لو دخل عمل عملية الغضروف من قدام الجراح لو عملها من قدام بلط الأحبال الصوتية من قدام يعني النصيحة الأخيرة نكمل على العلاج الطبيعي لحين جبت أخري في العلاج الطبيعي ما فيش أي الضعف مش بيقل لا ده بيزيد يبقى كده أنا أتجه للجراحة تبقى هي الأفضل طبعا الجراحة لو فتح من قدام قلنا بيأثر على الأحبال الصوتية بيمكن يحصل فيها مشاكل ولو فتح الجراح من وراء بيبقى طبعا من وراء بيين له على طول الحبل الشوكي يعني أول ما بيدخل ممكن لقدر الله حصل أي لازم يكون دكتور كبير بريفت وبرضو للأسف يعني هي العمليات الجراحية بتيبقى ليها يعني ما بيقول لكش أنا 100% ضمن لك أن أنت تطلع سليم لا ده بيمضيك على إكرار أن أنت ممكن بيبقى فيه يبقى أنا كده لو أخذ من الهضح من كلامك أستمر بالعلاج الطبيعي هو أفضل بالذات في الفقرات العنقية النصيحة ليك حاجي يجي هنكمل على العلاج الطبيعي ودي تقريبا نفس كلام الدكتور الألماني آه تقريبا أيها بالضبط طيب ناخد وفاء ألف السلام عليك حاج سيد ونستمر علاج الطبيعي حاج سيد وألف السلام عليك وفاء مساء الفل أفضلي دكتور يا دكتور اللي تسمح الأبني بيي لعب كرة حوالي 3 أو 4 أيام في الأسبوع بيي لعب كرة 3 أو 4 أيام في الأسبوع آه بييشتكي من ذكله عدل ذكله في صغد وضغره بيشتكي إيه؟ بيشتكي إيه؟ بيشتكي إيه؟ بيشتكي من ألم وصغد وعدل استغده ألم؟ شدة ولا ألم ولا وجع؟ أين؟ لا شدة عضل في شبابه وظهره 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 وكتفه ألم في رجله حضرتك قلت عليها؟ ألم في الظهر؟ ألم في الظهر وفي الفرد؟ الظهر وكتف وفي كتف والكتف؟ هل ينفع معها 80 حضرتك قلت عليها؟ بالضبط بالضبط، بينفع معها 80 علاجية سؤال، سؤال، هو بيلعب كرة يعني مع أصدقائه ولا بيلعب في نادي؟ لا في نادي بشكل مستمر ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام طيب، التعب في العضلات ده مستمر معه بشكل دايم؟ ولا بعد الثلاثة؟ بقاله فترة، بقاله فترة معي بقاله فترة طيب، أسألك سؤال هي بطنه، بالنسبة للعضلات بطنه، أنت شايفها كده؟ يعني عنده كيرش شوية أو كده؟ لا، ما عندهوش كيرش لا ما عندهوش كيرش طيب، سنه قد إيه؟ لا؟ السن، السن قد إيه؟ سبعة وعشرين سبعة وعشرين، سبعة وعشرين سنة؟ متزود، آه متزود بيشتك من قلم في الظهر وفي الكتف وفي الفقد وفي الضمة؟ أي لا، ما أرشت الضمة، أو أحد الضمة؟ حددك أنا أسمعتني بتقولي الضمة، أو أسمعتك؟ لا، أنا أرشت الضهر وكدفه وفقد عدل تفقده عدل تفقده من قدام؟ من وراء من وراء طيب طيب اسمعينا من التلفزيون ده لعب كرة تريبا أو لا بيتمرن تلتين في الأسبوع وبيشتكل من فترة من عبرك الظاهر والكتف والفغت طيب من الواضح كده يا مدام أن ابن حضرتك المشكلة دي بدأت معا من فترة مش ولدة اللحظة دي مش تسخين أو تمرين مش بس كده يعني هو ما بيعملش تمرين كويس لأن يعني بص حضرك لو مسكت كده هو الكتف جايب الألم من الكتف للضهر للفغت يعني الألم يعتبر نازل في نص في نص بايز نص بايز طيب النص البايز دوت لازم لازم نشوف سببه إيه يعني بداية الألم دوت جاي منين فدوت هيبقى محتاج دكتور علاج طبيعي يبص عليه علشان يحدد بالضبط إيه سبب المشكلة اللي عنده دي يعرف بدايتها منين وإيه هي اللي عملانه الألم في الموضوع ده فلازم يتجه لدكتور علاج طبيعي كويس يبص طيب نصحتنا لك وفاء لازم تتوجه لدكتور علاج طبيعي في أسرع وقت علشان يشوف ده هل بسبب تمرين ولا بسبب إصابة بشيء ما صح كده طيب معنا محمد من الجزائر محمد مساء الفل وعلكم السلام ورحمة الله أنا وسلام بيك عن بيكوه عندي الغدروف انت على يديني ودعوني الايه الشغل يدين ليديني انت شغل الغدروف انت على يديني غدروف ايه بس عشان أنا مش وضح لي الكلام انت على يديني انت على يديني غدروف الإيد اليد 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 غدروف اليد تمام ماله بقى صح أنا مش سمح ركوهي سيرت وضحونا الصوت هنا يا شباب معاك يا سيد محمد بس وضحو لي الصوت شوي سيد محمد صح معاك شكرا سمعك طيب الخطة فصل بس انت ما فهمتش حجم السؤال لا للأسف أنا فهمتش حجم السؤال طيب نرجع تاني للحلقة تمام معنى تصداد تاني يا شباب وحاجة طيب نكمل احنا وصلنا للتمرين انت قلت فيه تمرين تخسيس وفيه تمرين بناء عضل بناء عضل بالتمرين التخسيس كل ما يبقى بطيء بس مش بالبطء زينا عن اللازم كل ما بستفيد منه في التخسيس البناء من قليل الشدة لمتوسط الشد يعني شدته تبقى قليلة ولو متوسطة بتبقى الشدة عالية ده بيبقى هو الايروبك اكسرسايز أو بيبقى هنا التمرين الهوائي يعني تمام بدي فرصة للأكسجين انه هو يخش بسهولة وللعضلة ده الايه ده للتخسيس للتخسيس تمام ولازم يا جماعة انا لو عايشان اخس ما ينفعش التمرين بقى قلي من 45 دقيقة طيب الناس بتقول لي نصف ساعة وكلام ده هل اللي بيروح عشان يخسس ده اللي بحس انه هو جسمه عرق من كل حتة ومرهق من كل عمل ما بيخلص يعني يا دوبك بيخلص التمرين بتحس ان جسمه كله بقى مية من العرق هل العرق ده دليل ان هو بدأ يخس ولا العرق ده ما بيش علاقة العرق جزء من جزء من من نجاح بالظبط طب هو ازاي هو بيتمرن بالراحة بيعرق بيعرق لا عادي بيعرق اه طبع طبع نخش على التمرين البناء العضلي تمام طب معنا بس صال هدى هدى مساء الفل مساء الله خير مساء الله مساء الله ممكن اتواصل مع دكتور احمد عبد الله فضالي معك فضالي فاني يا دكتور احمد فضالي مع حضرتك تفضالي سؤالك منور الشاشة يا دكتور احمد الله يخليكي يا ده الله والله إحنا كان عندنا طلب ان حضرتك تختصصنا حلقات للتخصيص حاضر حاضر حلقات للتخصيص حاضر الحلقات القادمة هنخصص بعض الاجزاء منها للتخصيص طلب جماهيري اه مزبط عندك اي سؤال ازاي هو ده شكرا لك ازاي هو ده طيب نخش في في التمرين البناء العضري احنا خلصنا التمرين التخصيص نخش في تمرين البناء العضري هل تمرين البناء العضري برضو ليه صفات اه ايه صفاته بس سريعة معشان صفاته اننا بيبقى التمرين البناء العضري دوت هنا بقى لازم استخدم وزن ما ينفعش اه ما ينفعش او حمل يبقى فيه حمل احنا كده بقى سهل الكلام على المشاهدين يبقى تمرين التخصيص ما بيستخدمش فيها أوزان اللي هي مثلا لو هستخدم أوزان يبقى الوزن قليل الوزن قليل تمام عشان نسهل بس تمارين التخصيص مش محتاجة وزن قام السرعة بتاعتها قليلة يعني لو همش نبصتها تمارين التخصيص بتعتمد على حركة الجسم بشكل مستمر أو بشكل معين بحيث أن أنا أوصل لدرجة معينة أن جسمي يبدأ يحرق الدهول مش محتاج أن أنا أشيل أوزان تقيلة أوزان تقيلة زي دي كده صح أيوة نحن نحن أشيل أوزان تقيلة الأوزان التقيلة دي متخصصة للبناء العضل صح كده طيب من صفات تنة البناء العضل تغذية طبعا البناء العضل إحنا قلنا لازم يبقى الوزن تقيل يعني فيه وزن تمام آه فيه حاجات طيب الوزن ده بيختاروا بشكل معين برضه طبعا طب كل عضل اللي هي وزن ولا كل شخص ليه أوزان معينة يستخدمها طيب كل شخص ليه أوزان معينة بيستخدمها في التمريد واللي حددها اللي حددها مين بقى دكتور العلاج الطبيعي دكتور العلاج الطبيعي اللي موجود في الجيم طيب أخذ محي محي مساء الفل مساء الفل عليك يا أسو محي مع حضرتك مع حضرتك مع حضرتك بوطل صوت التلفزيون طيب واسمعني من التلفون مع حضرتك سموحي انقطع مع حياري التحول اتصلتين طيب اللي بيحدد الأوزان واللي بيحدد الأوزان اللي هستخدمها في التمريد الدكتور العلاج الطبيعي اللي موجود في الجيم هو اللي بيحدده وكل عضلة اللي هي تمرين معين بأوزان معينة صح كده؟ لا مش كل عضلة اللي هي تمرين معين بأوزان معينة هو كل واحد بيبقى بنستخدم له وزن غير التاني يعني لا أنا بتكلم أنا كشخص خلاص حددت أوزاني كل عضلة للشخص اللي اخترنا ده ليه تمرين معينة بوزن معين بطرق معينة اللي بيحددها مين؟ الدكتور الدكتور العلاج الطبيعي الموجود في الجيم طيب خلصنا التمرين ما بعد التمرين يعني أنا دلوقتي عملت التسخين بشكل كويس والتمرين بشكل كويس في حاجة تاني لازم أعملها عشان برضو أتجنب الإصابات؟ طبعا إيه؟ آه 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 يعني خلصت تمرينتي؟ آه خلاص أنا خلصت في حاجة تانية مطلوبة من؟ مشيت يعني مشيت بالتسخين المزبوط التسخين المزبوط التمرين المزبوط لا خلاص كده يعني بس إيه؟ ما نحاولش إن إحنا نزود التمرين بس زيادة عن اللازم علشان في حاجة اسمها تبريد؟ في الإرهاق آه في حاجة اسمها تبريد؟ التبريد ده بقى بيبقى في الآخر خالص ده بعد التمرين طيب أنا خلصت تخسخين خلصت تمرين دخلت على التبريد إيه هو التبريد؟ التبريد ده إن أنا برجع تاني أقل للشدة بتاعت شدة التمرين أو أقل للوزن اللي أنا مستخدمه زي اللي كنت بستخدمه في التسخين تقريباً علشان أعرف الجسم أقوله خلاص إهدى إهدى إحنا بنخلص القلب يرجع تاني معدل النبض بتاعه للطبيعي تقريباً التنفس يرجع تاني طبيعي طيب أنا كده بلخص الكلام اللي احنا قلنا النهاردة إن التمرين التمرين الصحيح أن أنا لازم أكون مسخن بشكل كويس لازم أتمرم بشكل كويس بالطريقة اللي مطلوبة مني إن كانت طريقة للتخسيس أو للبناء العضلي وبعد ما بخلص التمرين في حاجة اسمها تبريد إن أنا بهدى شوية علشان أقول لجسمي أنا خلاص أنا قربت أخلص التمرين كده دول الثلاث مراحل المهمين بالنسبة للتمرين صح كده؟ تمام في أي معلومات تانية؟ لا كده أعتبر ووقتنا خلص الله يخليك سيد محمد من أكتر الحلقات اللي عملتها في بعض المعلومات القوى جدا الله يخليك أتمنى أن أنا أفيد دايما السادة المشاهدين ويستفيدوا من كلام بتاعنا خلصت حلقتنا بس لسه ما خلصناش أنا ما نوهتش النهاردة على عاش بس قلت هنوع عليها في آخر الحلقة أنا بشكر كل اللي بعتلي فيديوهات هتتزعم معي الحلقة اللي جاية على عاش عاش أي حد بيلعب رياضة أي حد بيلعب رياضة صور لي فيديو صغير وابعتولي على هاشتاج عاش على صفحة جوميديا برودكشن هزعهوله الحلقة الجاية وأي حد ما بيلعبش رياضة يصور يبدأ معي أي رياضة جري مشاية أي رياضة يبدأ معي ويصور هاري ويبعتها لي على هاشتاج عاش على صفحة جوميديا برودكشن هزعهاله في أول الحلقة الجاية أتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبتكم اعتمنى تكون عرفنا ازاي التمرين الصحيح ازاي نبدأ التمرين ازاي قبل التمرين يكون استعادتنا للتمرين نخلص التمرين نعمل ايه ان شاء الله بإذن الله استنوني حلقة جاية حاجة جديدة معلومات جديدة رياضة جديدة وعاش